تحتزم طيران الخليج الناقل الوطني لمملكة البحرين بعد التعاون مع الفورميلا ون وشركة نيست الوقود المستدام تحتزم تنفيذ عرض جوي قليل الانبعاث فوق حلبة البحرين الدولية بالصخير مساء اليوم ضمن افتتاحية موسم سباقات الفورميلا ون وكانت طيران الخليج قد دشنت اولى طائراتها من طراز بوينغ دريملاينر في سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2018 للفورمولا ون وهي اليوم تستخدم وقودا مستداما للطيران للعام الثاني على التوالي من شركة نيست للوقود المستدام واكد القبطان وليد العلوي القائم باعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج بان طيران الخليج تفخر في كل عام انها الراعي الرئيسي لسباقات جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا ون المقام على حلبة البحرين الدولية هذا العام ايضا اذ تحتفل طيران الخليج بانطلاق السباق من خلال عرض جوي خاص بانبعاثات اقل التأكيد على استراتيجيتنا المستقبلية في استكشاف الوقود المستدام للطيران واستخدامه في عملياتنا واستمرارنا في الالتزام بواجبنا البيئي في تقليل انبعاثات الكربون